هذا وقد شكل صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ضمانة تشريعية لحماية الثروة البحرية من كل ما يتهددها من مخاطر وصول اليد البشرية العابثة إليها التي ألحقت بها أضرارا جسيمة قضت على ما يقارب من 90% من مخزوننا السمكي الوطني وذلك حسب ما أثبتته دراسة رسمية تم الكشف عن نتائجها مؤخرا وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف المستشار القانوني الدكتور عبدالجبار الطيب لننقي الضوء على هذا المرسوم بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الدكتور مساء الخير وبداية من وجهة نظر قانونية كيف يمكن توظيف أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 لضمان المزيد من الحماية للثروة البحرية والتي تعد أحد أهم الموارد الغذائية في مملكة البحرية النور طبعا فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم 20 سنة 2002 هذا المرسوم تضمن الكثير من التنظيم القانوني للمساء المتعلقة بحماية الثروة البحرية حيث تضمنت المواد تنظيما دقيقا بحيث يمنع ويحضر الصيد الجائر واستخدام الشباك أو الآلات غير المرخص بها وتحديدا المواد الثامنة عشرة حيث لم تجز التخلص من المخلفات المختبرات في البحار والمادة التاسعة عشرة التي تحدثت عن عدم جواز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية على امتدار الشواطئ أو دمياها الصيد طبعا يتم هذا الصيد الجائر عن طريق استخدام مجموعة من الشباك التي لم تجزها المادة 20 ومنعتها حيث حضرت وجود أي شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها على ظهر السفينة ومنها شباك الجر القاعي وغيرها من الشباك وأجازت للوزير المختص إصدار أي قرارات تمنع استخدام أي شباك جائرة على اعتبار أن هذا النوع من أنواع أو أساليب الصيد كالكراف وغيره وتؤدي إلى المساس بالثروة البحرية وأيضا تؤدي إلى المساس بالبيئة البحرية طبعا عندما نتكلم على موضوع الثروة البحرية لابد أيضا أن نتكلم على موضوع البيئة البحرية وبالاطلاع على المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 96 بشأن البيئة فهذا المرسوم بقانون في المادة 2 تحدث عن تدهور البيئة وبين بأنه لا يجوز التأثير على البيئة بأي شكل من الأشكال مما يؤدي للأضرار بالكائنات الحية واستخدام هذا النوع من أنواع الشباك مثل ما نظهر يعني لا تبقي ولا تزرت يعني تأخذ جميع الأسماك وجميع الكائنات الحية اللي موجودة في البحر مما يؤدي إلى المساس بالبيئة البحرية طيب دكتور يعني من وجهة نظرك يعني ما هي أوجه المرونة التي يتصب بهذا المرسوم بقانون يعني على نحو يجعله قادر على مواكبة المتغيرات طبعا دائما نقول أن أدوات الجريمة والمخالفة دائما تسبق أدوات العدالة والقانون وبالتالي يجب أن نطور أدوات العدالة والقانون لنردع المخالفات والجرائم وبالتالي المادة 36 من المرسوم بقانون أعطت ومنحت الوزير صلاحيات كاملة بأن يصدر القرارات التي يمكن عن طريقها حماية الثروة البحرية وتحديدا الفقرباء التي أجازت الوزير إصدار القرارات التي تمنع أو تحضر استخدام أي أدوات صيد أو طرق معينة لصيد الثروة البحرية والتي تشكل إضرارا على الثروة السمكية أو لحياء البحرية وغيرها من القرارات وبالتالي يستطيع الوزير المختص أن يصدر وفقا للمادة 36 أي قرارات تحمي الثروة البحرية في إطار أن مسألة حماية الثروة البحرية لابد أن نعلم بأنها مسألة نصت عليها المادة التاسعة من الدستور في المقومات الأساسية للمجتمع هي تنصت المادة على تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية وبالتالي الوزير عندما يصدر قراراته يستند على القانون وبالتالي يستند على نص دستوري نعم المستشار القانوني دكتور عبدالجبار أطيب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر